وخليني أقول لحضراتكم آخر المستجدات فيما يتعلق بملف محمد صلاح مع ليفر بول محمد صلاح أكد في أكتر من المناسبة أنه يبحث عن التقدير المادي والمعناوي بعد المشوار وبعد النجاحات اللي حقاها مع ليفر وأكد أنه الموسم اللي جاي هو باقي في ليفر بول حتى ولم يتوصل للاتفاق مرضي للطرفين مع إدارة ليفر وقال أنه بعد الموسم اللي جاي يبقى من حقه الانتقال بشكل حر لأي نادي هو يعني يكون عنده رغبة في الانتقال ليه الكلام النهاردة الحقيقة دخل أنه سيتي ممكن يكون طرف كبير جدا في موضوع محمد صلاح والكلام عن اهتمام البي اجي بمحمد صلاح وصلاح نفسه أعلم أنه حتى لو لم يجدد تعقوده مع ليفر بول عنده رغبة كبيرة جدا في أنه يبقى فيه الدوري الإنجليزي جارث بيل بيعلن كمان طبعا ده العنوان الاثناشر نهاردة في أتلاتك وقال أنه صلاح يفضل بقاء في الدوري الإنجليزي لو ما وصلش لاتفاق أو لإنهاء الصفقة تجديد التعاقد طبعا مع إدارة ليفر جارث بيل بيعلن عن رحيله النهاردة والحقيقة يمكن بعد رحيل جارث بيل هو طبعا رجل ما بيلعبش مع ليفر وقضى أكتر من موسم معار أو بعيدا عن صفوف الريال لكنه على قوة ريال مدريد غياب إيدن هازرد طبعا نجم البلجيكي نجم البلوز اللي انتقل للريال فصفقة مدوية والجميع توقع أنه هازرد هيكون البديل أو الخليفة الأمثل لكريستانو رونالدو ولكن لم يحدث الحقيقة يمكن تراجع شديد جدا في مستوى عانى كتير جدا من الإصابات رحيل سيرجي راموس رحيل رافا فاران رحيل من قبلهم طبعا كريستانو رونالدو كل دي أسماء تهز أي فريق ورغم كده يثبت لك الريال أنه بشخصية البطل قادر على تحقيق الصعوبات واكتساح كبار أوروبا كلهم كانش حد متوقع للريال اللي ينجح فيه التتويج السندي ولكنه فعلها وأعتقد للشعار والتيشرت كان ليهم دور كبير جدا في ده شكرا